شو ممكن تعملوا إذا حدا نسرق فكرة فيلم أو مصابسل خبرتوا إيها هاي وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على تشانيل سرق بهذا الفيديو رح نحكي عن ليه ما رازم تخفض خبروا أفكاركم للناس بس بنفس الوقت كيف تحموها من السرقة هليكن متابعين الفيديو للآخر لا تعرفوا كل التفاصيل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب تكبسوا جلس لحتى يصلكون نوتيفيكيشن على كل فيديو جديد عملوا لايك إذا حبيتوا الفيديو كومنت إذا عندكم أي سؤال وأكيد شار مع أصحابكم لحتى هني كمان يستفيدوا من المعلومات يلي عم نحكيها لكن عندكم فكرة رائعة لمسلسل أو فيلم سينما وانتم متشوئين كتير وحبين انكم تحكوها مع بعض الأشخاص يلي بتعرفون لحتى تقدروا تاخدوا رأيون ويمكن تسمعوا كلمة تشجيع وأكيد هيك عملتوا بعد فترة من الوقت حضرتوا الفكرة تبعكم على التليفزيون أو بالسينما واسم الكاتب مكان اسمكم شو بتعمل؟ تعرف هذا الشي كتير بعصب وبزعل ويمكن بخلينا بطل نوصع بحدا ما رأيت بهذه التجربة كذا مرة خلال هال 13 سنين الكتابة وأكيد إنكم حضرتوا مسلسل أو فيلم على الشاشة هو فعليا سرق مني بطريقة أو بأخرى شو عملت؟ اتحكت؟ انبسطت؟ ودلت عن بكتوب وألف أفكار وأساس جديدة هيد الكوت كتير معابرة وصحيحة لجيفري زادنون بقول فيها ما تخافوا إذا الناس سرقت أفكاركن خافوا يجنهار ويبطلوا يسرقوا منكم لما تنسرق فكرة منكم هيدا الشيء يعني بالأول إنها فكرة حلوة وأوريجيوني ثانياً والأهم إنه أنتم مبدعين وبتتمتعوا بحس فنة عليك مثل ما طلعتوا بهذه الفكرة يلي نسرقت أكيد فيكم تطلعوا بفكرة تانية غيرها أحلى وأقوى والثالث عن هذا الشيء يعني إنه شخص يلي سرق فكرتكم منه كرياتيف أبداً وما عنده الإدراق إنه يخلع شي جديد فأكيد منتقل على سرقت أفكار غيره وأكيد رح يجنهار ويبطل يلاقي حدا من يقدر يسرق منه في حال إن سرقت فكرتكم ليها شي ما لازم يوقفكم من إنكم تشاركوا أفكاركم مع الأشخاص اللي حولكم لأنه ببساطة ما حدا نقدر يعيش براسكم ويعرف كل أفكاركم ناس بتعرف يلي نحنا منخبروني وبالتالي ممكن إنه تسرق يلي نحنا منحكيه بينما كل شي تاني ما منخبره بيضر موجود هون ومثل ما صار معي كذا مرة كنت أحضر فكرة عائلتها لحدا منسرقت وتنفزت بس كنت كن مبسوطة ببساطة لأنه التنفيذ كان يكون نفاشي يعني صاحب الفكرة الأساسي هو أكتر حدا قادر إنه يكتب أو ينفز هيد الفكرة بطريقة الصح والأنسب بينما الشخص اللي بيسرق أفكار ما بيكون عنده الكرياتيفتي ليقدار يحول هيد الفكرة لقصة حلوة أو يزيد عليها التفاصيل اللي مفروض إنه تنظف عليها قد ما جرب القصة تبعه رح يدل ناصر أنا شخصيا متوقفت عند هيدا الموضوع وفكرتان من الأفكار اللي ينسرقوا مني بعدني عم أشتغل عليهم وأكتبهم بطريقة الخاصة وهو اختبار بسيط فينا نعملوا مع مين ما كان فكرة وحدة تنمريض على عشر كتاب كل واحد منه رح يطلع قصة مختلفة عن التانية أكيد بتتذكروا قيام المدرسة مواضيع الإنشاء ثلاثين طالب كانوا يشتغلوا على موضوع واحد بس ولا بفايبر كانت بتشفى غيرها مثل ما بيقول الجاحز الأفكار منقاط على قريعة الطريق يعني الأفكار موجودة ومنع ملك حدا خاص أو معين بس الكاتب المبدع هو يلي بيقدار يشوفها يلمها ويحولها لقصة حلوة ومختلفة كل يلي حكيته قبل ما بيعني أبدا إنه ما لازم تحموا أفكار كونفا كيف ممكن تعملوا هيدا الشيء أولا اختيار أشخاص مناسبين لحتى نتشارك أفكارنا معهم يعني أشخاص منوسق فيهم نوسق برأيهم وما يكون عنا شرط إنه ممكن يسرقوا أفكارنا وهدول الأشخاص بتلقوه مع الوقت ومع التجربة ثانيا على طول نسجل أسماء الأشخاص يلي عم نحكي لهم أفكارنا حتى في حال نسرق فكرة من أفكارنا يكون في عنا رايحة بالأشخاص المحتملة يعني منخصص دفتر صغير لهيدا الموضوع وكل الفكرة منحطه على صفحة معينة وكل مرة منخبر هالفكرة لشخص معين منسجل اسمه ومنسجل التاريخ وحتى فينا نسجل تفاصيل المكان أو الاجتماع وهيكا بيكون كل التفاصيل الموسقة عنا بهيدا التفتر في حال نسرق فكرة من أفكارنا ومنقدر نرجع له ومنقدر يمكن نحذر مين من هالأشخاص ممكن بهيدا الوقت سرق الفكرة طبعا المفروض يسجل أسماء كل الأشخاص يعني إذا كانوا ممتج مخرج أو ممثل نقاشته وفكرة معينة معهم أو حتى إذا كانوا من الأصدقاء أو من الفقر ثلاث نقطة كتير مهمة على طول بعد كل اجتماع عمل مع منتج أو مخرج أو ممثل أو غيرهم نبعث ايميل لأنه كتير من الأوقات باجتماعات العمل بيصير فيه شبه براينستورمين بركة أو منقشة لفكرة معينة وممكن يكتر عبرنا فكرة جديدة ونقلع بهيدا الاجتماع أساسي وضروري أنه من بعد كل اجتماع عمل نبعث ايميل بقلب كل تفاصيل هيدا الاجتماع كمان لتبع الاشياء موثقة وواضح على الجميع النقطة الرابعة وهي نقطة بديهية إذا كنتوا خايفين تحكموا مع فكرة معينة لفينم أو مسلسل مع أي شخص تاني المفروض بكون تقوموا بتسجيلها بوزارة الاقتصاد وبهذه الطريقة بتستحصلوا على رقم خاص بيضمن حقو الملكية الفكرية بعرف هذا الشيء مكلف وفيه مصاريف ولكن إذا كنتوا خايفين ولات على الفكرة فهذه الطريقة القانونية لحتى تحموه خمس نقطة كل دوكيمون تبعتوه لأي حدا إن كان دوكيمون ورقي أو باي ايميل تتركو عليه هيدا اللوغو اللي بيلعب دورو كمان بحماية الملكية الفكري سيدس نقطة أكيد فيكم على طول تلجأوا للقضاء وترفعوا دعواء في حال حدا سرق لكم فكرة فيلم أو مسلسل خبرتويها ولكن يكونوا حارسين بالأول أن يكون عندكم دليل قاطع على هذا الموضوع لأنه كثير من الأوقات ممكن حدا يسرق جزء من الفكرة الأساسية ويحاولها لقصة ثانية ما ضروري أن يسرق الفكرة كلها سوا وهيدا الشي بالقضاء بيكون شوي صعب إثباتوه فلجوء للقضاء تركوه لآخر الحلول به معظم الأوقات نحنا ما منقدر نعمل كنترول إنه أفكارنا ما تنسرق لأنه على الطول في حاجة مثل تورود أفكار بلكية أو الفكرة هي جنرال حدا ناخد جنرال ايديا ومش التفاصيل فعلى طول ننتبه لهيدا الموضوع ونكون حارسين أنه ما نكتهم حدا نزور المهم من دالهم نتذكرين دايما إنه ممكن حدا يسرق فكرة من أفكاركن بس ما حدا بيقدر يسرق الكرياتيفتي طبعكن وهلأ وصلنا لآخر هيدا الفيديو بتمنى يكون أعجبكن ما تنسو تطروا الفيديو الجيين من هلأ لوقتا بس ز اعهد للبي بيه لدي ترجمة نانسي قنقر بشهر بشهر بترجمة نانسي قنقر لو يش انه وش تنسي قنقر بشهر 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 شكرا